هذا وأجرى وزير الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة الأحد محادثات مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كما التقل عديد من نظرائه العرب على هامش مشاركتي في أشغال مؤتمر دعم وحماية مدينة القدس المحتلة بيان للخارجية الجزائرية أفاد أن العمامرة أجرى محادثات ثنائية مع أحمد أبو الغيط تركزت حول تنفيذ قرارات القمة العربية المنعقدة بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر الماضي ناسية ما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية المصدر ذاته ذكر أن العمامرة التقى بالعديد من نظرائه العرب منهم وزراء خارجية كل من تونس، الكويت، السودان، اليمن، لبنان ووزير الدولة القطري إلى جانب شخصيات عربية ودولية مشاركة في أشغال المؤتمر وضعنا المكوخة وقضية هي الصورة تغير حرمت الوقت لا 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 تغير حرمتها ترمت هذا الجزء